السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعي قناة كورسبورت اهلا وسلام بكم في كل مكان فيديو جديد حلقة جديدة نتكلم فيها عن الاهلي نرد فيها عن كل الأكاذيب والإشاعات المغرضة اللي بيتم ترويجه دايما عن النادي الاهلي وأي حد بتسوي ليه نفسه وإنه يهاجم النادي الاهلي عشان كده الفيديو ده موجه لكل الاهلوية لو اهلاوي قلبك جامعة حديد في حديد اضرب اللايك الشديد عشان نوصل لأكبر عدد من مشاهدين ومتابعين خلال الفيديو ده نتكلم عن وشاهد شاهد من أهلها على الفضايح والكوارث التحكيمية اللي بتحصل مجاملة من الحكام سواء كان داخل مصر أو خارج مصر مجاملة للنادي المنافس عشان كده نكمل معنا الفيديو لنهايته عشان يعجبك ويوصلك الفكرة بتاعي تعالوا نخش على طول في الفيديو ونبدأ على بركة الرحمن أحمد جمالات كلكم عارفينه بيشتغل في قناة النادي المنافس قناة النادي المنافس اللي شغالة تطبيل لنادي بيرامدز وسبحان الله وكأنها أصبحت قناة لنادي بيرامدز وما تستغربش عزيزي المشاهد عزيزي الأهلاو المحترم لما تعرف أن في عربون محبة من الملياردير الإماراتي مالك نادي بيرامدز ليه صالح نادي أزة مالك بعد تراجعهم عن صفقة رمضان صبحي وإتمام صفقة رمضان لصالح بيرامدز عربون محبة وإدم الحب حبة إدم الحب حبة فهم هيدون من الحب حبة نبيل عماد دونجا لصالح نادي أزة مالك عشان كده التطبيل يشتغل بدري بدري أحمد جمالات النهاردة بيتكلم عن أن يا جماعة الأهلي أصبح ترس قديم الأهلي بقى مودة وإدمت وخلصت المستقبل كله جاي أزة مالك ولي بيرامدز هم دول المستقبل في الكرة المصرية تناسى جمالات أن النادي القديم اللي بتكلم عنه والترس القديم واللي أصبح مودة قديمة فايز ببطولة الدوري المصري الممتاز بفرق 23 نقطة عن أقرب المنافسين أحمد جمالات تناسى أن النادي الأهلي اللي أصبح مودة قديمة من وجهة نظر أحمد سجاد وأحمد مطبلطات واخد بالك من وجهة نظره والنادي الأهلي أصبح مودة قديمة والنادي الأهلي أول نادي يصل لنهاء دورة أبطال أفريقيا بانتظار أيا كان من المنافس سواء كان الزمالك أو الرجاف أهلا وسهلا بالجميع تخيل تخيل عزيز المشاهد الاهلاوي المحترم جمالات طرعة تتكلم وتقول أن الأهلي مودة قديمة والزمالك وبراميز هما المستقبل مستقبل إيه موكوس معلش يعني أنا لسف في الكلمة مستقبل إيه مستقبل إيه بمستقبل أنت مركز ثاني فرق 23 نقطة عنك النادي الأهلي مستقبل إيه مستقبل إيه أنت كلما بتخسر من النادي الأهلي أروح أجيب لك الأوتوبيس اللي موصلش أروح أجيب لك الأوتوبيس اللي موصلش وانسحابك من مباراة قدام النادي الأهلي كلفتك ست نقاط مش تلت نقاط لو لو وجود الزمالكاوي صاحب الأهواء البيضاء في رئاسة اللجنة المؤقتة كان زمانهم هيبوا 9 نقاط يا بمستقبل مستقبل إيه وأن الفرق بيني وبين البطولات بتاعتك في الدوري 42 وانت 12 30 بطولة يعني لو في دولنا 30 سنة ما بناخدش دوري وانت بتكسب الدوري يا دو بتتساوي معانا يا دو بتعرف تقدر تكده عل عينك في عينينا يا بمستقبل الأهلي سيظل هو الماضي والحاضر والمستقبل للكرة المصرية شاء من شاء وأبى من أبى يا جمالات يا بتاعت السجاد يا بتاعت السجاد طيب قال لك إيه جمالات تاني قال لك كل الناس شايفة سيد أسياد القارة سيد أسياد أفريقيا ملك ملوك الغابة لما فاز ببتلتين خلال 6 أيام هو ده اللي حارق دم الناس بعدما عاد ينير أفريقيا من جديد بإذن الله يوم 6 نوفمبر قادم بس انت تتقاهل وتعرف تتقاهل الأول من مباراة الرجاء اللي انت كسبت في مباراة الزهاب بفضيحة تحكمية واضحة للكل حكم مجبوه حكم مرتشي ما احتسبش تلت دربات جزاء فجاء النهاردة تقول لسيد أسياد أفريقيا بانتظار سيد أسياد أفريقيا في نهاية دورة أبطال أفريقيا 6 نوفمبر وساعتها القارة كلها تعرف ومن غير ما استنى النهائي هو النادي الأهلي معاكم بطولة أفريقية 8 دورة أبطال أقرب المنافسين النادي اللي هو سيد أسياد أفريقيا 5 دورة أبطال عن أي مقارنة بتحاول تحط نفسك في جملة مفيدة مع النادي الأحلي تعال نروح للكابتن أحمد الطيب كابتن أحمد الطيب برضو عايز يود الناس في حتة إن الأهلي خايف من الزمالك بيقول لك عجبني جدا احترام الأهلوية وجماهير ولعبين سابقين ومدربين قدامة وحاليين بل وإعلاميين متعصبين تخوفهم من نتيجة مواجهة الزمالك لو تقابلة في النهائي الأفريقيا حتى وإن أظهر قلة منهم عكس ذلك وهذا نتاج أحقية الزمالك في التفوق في آخر مواجهات بين الفريقين في الدولة وفي الكاس وفي السوبر داخل مصر وخارجها على التوالي في كل الأحوال إحنا كجمهور ومعنا منتخب مصر الكاسبانين مش كده ولا إيه شكرا أحمد فتحي البطولة الثمالك الأخ أحمد الطيب يتناسى إن النادي الأهلي لم يهزم إفريقيا على مر التاريخ من نادي الزمالك النادي الأهلي في البطولات الدولة والبطولة أفريقيا لم يهزم في أي مباراة أفريقية مع نادي الزمالك اللهم إلا المباراة بتاع الجنوب أفريقيا السوبر اللي كسب بها الزمالك وانتوا فاكرين الحكم بيتروس ماتبيلا والحكم المرتاشي ومعروف وتم حكمته وتم شطبه من سجلات الكاف لأنه كان حكم مشبوء وحكم مرتاشي دي المباراة الوحيدة اللي كسبها الزمالك عبر التاريخ كله على النادي الأهلي في أفريقيا أما بقى المباراة وأما بقى المواجهات فحدس ولا حرج النادي الأهلي كان بياخد الزمالك زهابا إيابا النادي الأهلي في آخر المواجهات مثلا في 2005 تواجه النادي الأهلي زهابا إيابا في نصف نهاية دورة أبطال أفريقيا فاز زهابا بهدفين مقابل هدف فاز إيابا بهدفين نظيفين في 2013 وهي آخر بطولات النادي الأهلي في دورة أبطال أفريقيا تواجه الفريقين في مجموعة كان معاهم أورلاندو بايرتز الزمالك كان حصلت المجموعة الأهلي فاز في الزهاب أو تعادلة فاز في الزهاب 4-2 وتعادلة في الزهاب في برج العرب تعادل سلبي ففين بقى الأهلوية خايفين من إيه أنت بس اللي توجهك الأبيض عايز يود الناس في سكة أن خافوا من الزمالك والزمالك مرعب والزمالك يم 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 ركب الأهلوية كلها بتخبط وركب لعبة الأهل السابقين والرموز الأهلوية بتخبط فين؟ بتخبط فين ده أنت في الدور الأول خفت تتواجهني وتلعبني وانسحبت وبعدتلي شوية سعيال زغيرة ويرتهم وصلوا مين اللي بيخاف من مين؟ آخر المواجهات خلال عشر سنين الزمالك كسب كان مرة الزمالك آخر عشرين سنة في الدوري كسب كان بطول الدوري بطولة بطولتين على الأكثر وباقي البطولات لصالح النادي الأهلي مين اللي بيخاف من مين؟ أنت الرعب اللي مليك والخوف اللي مليك فأنت بتحاول تطلعه في سكة النادي الأهلي وأن الأهلي هو اللي خايف من الزمالك طيب تعال نروح لي ياللي رايح كتر من الفضايح وشاهد شاهد من أهلها كابتن وليد صلاح عبداللطيف لعب الزمالك السابق واللي كان بيظهر في أوقات قريبة جدا في قناة الزمالك وببرنامج زمالكاوي والزمالك اليوم أي حاجة تخص الزمالك الراجل كان بيظهر النهاردة وليد صلاح عبداللطيف بيشهد بالحق بيشهد بالحق أن الرجاء المغربي كان لي ركل الجزاء مستحقة قدام نادي الزمالك قال لك أنا زمالكاوي آه ولكن أنا بتكلف بمنتهى الحيادية والشفافية الرجاء استحق ضرب الجزاء بعد لمسة يد من محمد عبدالغني مدافع الزمالك داخل منطقة الجزاء هذه واحد زمالكاوي بيشهد أن كان فيه ضربات جزاء على الزمالك في مباراة الرجاء الغريب والعجيب أن حد يجي بعد كده يقول لك أصلحنا فيه مؤامرة كونية أصل الكاف عايز يوجه البطولة ناحية الأهل طب وأنت يا ابن يا حبيبي يلي بتفكر بعقل نملة الكاف لو عايز يود البطولة للنادي الأهلي هيخليك تكسب في الرجاء طب ما كان سألك الرجاء وخلى الرجاء يواجه الأهلي والرجاء تعبان في المتناول يعني سهل إن أي فرقة تكسبه لو طامت لعبته هتكسبه في الحالة المزرعة ده هو فيها فأي مؤامرة بتتكلم عليها أنت النهاردة لعب من لعبيك والنجوم بتاعتك السابقين قال لك الرجاء كان له ضربات جزاء النهاردة كان فيه على قناة نادي الزمالك مصطدفين واحد كده ملوش لازمة مع احترامك كامل يعني واحد ملوش لازمة ليه ملوش لازمة لما توصل قلة الأدب والسفالة والوساخة إنك تغلط في الرسول صلى الله عليه وسلم أو تجيب اسم الرسول صلى الله عليه وسلم في جملة لا السياق بتاعها يصلح ولا السياق بتاعها أو معناها ينفع إنك تجيب حاجة شعيفة بقيمة الرسول صلى الله عليه وسلم وحطها في جملة من جملك القذرة فانت لازم تتربى وتتقدب وتتمنع من دخول القناة لأن قناة الزمالك المفروض هي باسم نادي الزمالك يبقى على قيمة اسم نادي الزمالك مش كل من هب ودب بيقول كلمتين يطلع يتكلم فيه قناة نادي الزمالك قال لك إيه بقى الجادة على اللي إحنا ما نعرفش اسمه دوت بيقول لك السوشيال ميديا بيهجموا أي حد ومهما كتبت بيهجموك يعني لو كتبت كلمتين في حق مرتضى هتلاقيهم يهجموك ده لو حدت خلي بالك بقى من الجملة اللي جاية دي الوسخ الوسخ اللي مالاش عده يربيه قال لك لو كتبت صلى على النبي ولا صلى على الرسول هتلاقي ناس برضو بتهجمك وبتقول لك أنت بتطبل للرسول يا وسخ يا وسخ ناقي ألفاظك وإحنا هنلاقيها من فرنسا والصور المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم خير الأنام شفيع أن يوم القيامة يا وسخ الناس هتقول لك أنت بتطبل للرسول يا قاذر ما أنت لعب مش عليك لعب مش عليك لعب على القناة اللي مطلعها واحد زيك مشبوه واحد سكران واحد خمورجي طالع يتكلم عن الرسول بالشكل ده الرسول صلى الله عليه وسلم طيب قال لك إيه بقى بعد كده قال لك الحكم لما كان بيجي يحسب فاول على الزمالك كان يبص المرتضى وهو في المدرجات ويشوف هل المرتضى هيبقى زعلان ولا لا طبعا ده جاي من الفيلم بتاع تامر حسني وأكرم حسني فيلم الجميل بتاع البدلة ضميرك ولا المستشار لما كان بيحسب ضرب الجزاء في الفيلم يبص يلاقي المستشار في المدرج يقولك بس لأ إلعب فاول على الفريق التاني مش على نادي الزمالك فالرجل النهاردة بيعترف بيقولك لما المستشار بيبقى موجود رئيس نادي الزمالك المعزول بيبقى موجود في المدرجات الحكم ما يقدرش يحسب فاول على الزمالك ده فعلا أنا بتفق معاه دي على فكرة في حكام كتير جدا 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 بتخاف تحسب أي حاجة على نادي الزمالك خوفا من رئيس الزمالك السابق خوفا من رئيس الزمالك السابق الزمالكو اللي هيهاجمني بقى في الكومنتات ويقولك إزاي تاشتم على واحد قذر ووسخ زي ده أحب أقولك إن القذر والوسخ ده تلع من أيام قال أنا مكسوف من زمالكويتي والأهلوية أسيادي وعلى راسي من فوق ده واحد منافق بس للأسف انتوا كجماهير بتحبوا اللي يطبل بتحبوا اللي يمسح جوخ مش عايز أقول لفظ وحش ولكن نختلف قفل كورة نختلف براحتنا إنما يطلع شخص ووسخ زي ده وقذر زي ده يتكلم بالشكل ده على الرسول صلى الله عليه وسلم ده إحنا عمرنا ما نقبله ولا هنقبله ولا هنقبله أين كان انتم قدنا أهلاوي زمالكوي أنا واسق ومتأكد وعندي صحفيين زمالكوية أصدقاء محترمين مش عجبهم الكلام اللي تقال ولا عجبهم الكلام اللي قالوا على خوف الحكام من مرتضة أو من المستشار أو 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 كلهم رفضين القرف اللي بيحصل في قناة ناديهم من شوية ناس أشكال ضلة بتطلع كده على القناة طيب تعال نروح لحسين عبدالدايم حسين عبدالدايم كان قبل كده مخطط أحمال أو مدرب مساعد لمخطط الأحمال مايكل ليندمان في الجهاز الفني المعاون لمارتن لسارتي حسين عبدالدايم كتب على صفحته الرسمية بيكشكر في أحمد فتحي وطبعا محدش يقدر ينكر ولا كلمة هو قلعة على أحمد فتحي قال أحمد فتحي طيب وجدع الرجولة كلها شغف للنادي شغف للرياضة غير عادي لكرة القدم حبيبه وأخويا أضف للأهلي وكل نادي لعب ليه عمري ما شفته مقصر في حق الكرة ولا في شغله ولا في أي حاجة بيعملها راجل بمعنى الكلمة ومكتهد اكتهاد غير طبيعي ومن أكثر اللعيبة المكتهدة اللي اشتغلت معاها إن لم يكن الأكثر النادي الأهلي خسرك لا بص قبل ده كله انت قول براحكك عايز تطبل لحمد فتحي طبل عايز تجامل لحمد فتحي جامل وكل كلمة انت قلتها في حق أحمد فتحي يستحقه ولكن النادي الأهلي لا يخسر أبدا النادي الأهلي ما بيقفش على حد النادي الأهلي اللي مخسرش مع رحيل واحد من أعظم من لمس كورت القدم وهو محمود الخطيب بعد ما بطل كوره الأهلي لم يقف ولم يخسر مع رحيل كابتن صالح سليم أسطورة الإدارة ولا حسن حمدي ولا محمد أبوتريكا ولا 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 الأهلي هيخسر مع أحمد فتحي مع احترامك كامل كل الصفات اللي انت قلتها في أحمد فتحي ديك ببصم بالعشرة معك عليها ولكن الا ان النادي الأهلي بيخسر النادي الأهلي عمره ما يخسر حد النادي الأهلي عمره ما هيقف على حد اه قول ان برامدز محزوز بانضمامه ليه قول برامدز لسه بيحبي لسه بيقول يا تاتا إنما الأهلي لا الأهلي غير معي احترامي لك يا حسين. انا مش متفق معك في كل كلامك. او متفق معك في كل كلامك. غير في العدة بتاعت. النادي الاهل خسرك. النادي الاهل عمره ما يخسر اي حد. خلصت اخبارنا. ما خلصتش حكايتنا. استنى منكم. كل اراءكم وتعليقاتكم. وخصوصا على القذر الوسخ. اللي بيقلل من شأن الرسول صلى الله عليه وسلم. شكرا لكم.